سألت نفسك قبل كده ايه هي الهوية الشخصية او ايه هو البراندنج عموما لناس كتير قوي بقت مهتمة بي دلوقتي سواء بقى حد عنده بزنس حد عنده سمال بزنس وبيعمل بيه حاجة حد شغال دكتور نفساني حد شغال كوتش في الجيم ناس كتير قوي بقت مهتمة بان هي بقى عندها البراندنج قوي على السوشال ميديا او عموما فتفتكروا ليه دي بقت حاجة مهمة قوي دلوقتي اهلا بيكو في التشانل بتاعتي انا ماري نيكولا حددت ودي تشانل ل نتعلم فيها فريلانس ودشتر ماركتنج و ازاي نعمل برسنل براند كوي يخلينا نعرف نعمل كل ده و النهاردة هنتكلم عليها يعني ايه برسنل براندنج و ايه اهميته و ازاي و او ايه العناصر المهمة المحتاج نعرفها عشان نقدر نبني برسنل براندنج قوي اول حاجة نتكلم عليها what is the personal branding يعني ايه هوية شخصية اكوردنج تو فوربز اعطين فوربز معجازين كلنا البرسنل براندنج هي unique combination of skills and experience بتخليك انت و this is how you present yourself to the world effective personal branding will differentiate you from the competition and allow you to build trust with prospective clients and employees فكرة personal branding عموما ان انت بتقدر تعمل كومبو كده ما بين السكيلز بتاعتك او الحاجات اللي انتقدر تعملها والالكسپيريينس بتاعتك وتتلحها للناس في النور وتعرفهم قصتك فبالتالي يقدروا يسكوا فيك فتقدر تكبر الكلاينتالباس بتاعتك او الكلاينس بتوعك عموما يعني العملة اللي بيقولك لان هم بيعرفوا عنك بطريقة اسهل انت مش بتتطر تخبط على ببهم تروح تقولهم ايوة انا بعرف اعمل digital marketing او ايوة انا بعرف اصور لأ انت بتعمل personal branding قوي قوي على السوشيال ميديا والناس تعرفك هل ال personal branding لازم يكون على السوشيال ميديا بس فلأ لان انا مثلا كماري كل الناس الحوالية قبل ما يبقى عندي تيك توك وانستجرام وايكون موجودة على مواقع تواصل اجتماعي وتيك توك كان كلهم عارفين ان انا بشتغل ايه بشتغل في digital marketing ماريب تعمل ايه ماريب ميديا في القايرة فاي حد عموما كان يعرفني شخصيا يقدر يبقى عارف كويس قوي ان انا بشتغل في ايه انا بشتغل في ديشتغل ماركتنج والميديا فاي حد قريب مني يبقى عارف حد تاني محتاج حاجة من الحاجات دي فايقوله اه صح ماريب هي اللي بتعمل ديشتغل ماركتنج او بتعمل ماركتنج عموما فكرة personal branding بجد بتقدر تخليك انت عمتا كشخص معروف في مجالك والناس بيتواصل فيك بشكل اكبر نختلف او نطفك ان فكرة دقم الفالوورز العالي والانجيجمنت وكل كل كلام ده للناس تبقى عارفاك على مواقع التواصل الاتماعي بيدي ثقة للعملة فايه وده برضو بيسهل عليك ان انت تقدر تجيب عملة بطريقة سهلة جدا وببلاش هل هي سهلة لا لان هي بتحتاج شغل وافرت كبير بس هي سهلة عموما في فكرة ان انت مش بتتعف ان انت تخبط على باب العميل اللي انت عايز توصله هو اللي بيخبط على بابك ويبقى عايز يشتغل معاك ليه ما عندك هواية شخصية او personal branding زي ما قلنا قبل كده فيه ثلاث اسباب يخليك تقدر تبتدي النهاردة تشتغل على personal branding بتاعتك اول حاجة بيفتح لك مجالات كتيرة انت مكنتش تتخيلها انا كماري مثلا شخصيا انا مكنتش تتخيل في حياتي ان انا ابقى career coach او ان انا ابقى اصلا تيكتوكر حاجات كتير قوي 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 بسبب personal branding الناس او الناس اللي تسمعني بدت تطلبها مني فا اكتشفت ان انا بعرف ابقى public speaker واطلع في events وبتكلم اكتشفت ان انا بعرف ادرس وكل ده كان بسبب ايه كان بسبب personal branding بتاعي الناس لما سمعتني وشفتني بدت تطلب مني حاجات وبدأت اشوف ازاي قدر انفزها ولما نفزتها فتح لي مجالين كمان في شغلي ان انا بقيت بدي كورسات وان انا بقيت بطلع اتكلم في events على حاجات معينة الناس عايز تسمعها مني تاني حاجة بتخليني اظهر ما بين المنافسين انك تظهر ما بين المنافسين لو انت في منافس شاطر اوي 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 جنب شغلك انت هو ممكن يكون اشطر منك وانت عمل personal branding قوي تقريبا العميل هيروح لك انت ومش هيروح لحد اللي لسه مش مشهور اوي او معروف اوي نتطفق او نختلف على الفكرة دي بس دي حياتنا عمتا دلوقتي وده الواقع فلو حد حس انه ده ظلم او كده فقدينا دلوقتي نتكلم علي انه ابتدي اعمل ده عشان تبتدي تظهر ما بين الناس مش شرط لازم تظهر بوشك او مش بوشك دي حاجات هنبتدي نعرفها بعدين وحقلكم في اخر الحلقة عليها مفاجئة تقدروا تعرفوا منها كل الموضوع ده تالت حاجة واهم حاجة اعطاقت فيه انك تقدر تكسب منها فلوس وتقدر تكسب منها كذا مصدر دخل فتقدر تكون بتعمل بسبب البرسنل براندين بتاعك كذا حاجة مختلفة فيبقى عندك كذا مصدر دخل ثابت بيتخلك وتقدر تعمل منه دخل بيجي لك وانت نايم بالليل وده اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده على الفروق ما بين الشغل والإنكمز كلها في فيديو احيبقى يطلع لكم هنا تقدروا تدخلوا تشوفوه ودول كده اعتبروا الثلاث اسباب اللى تبددي بهم بريسنل براندين صلى وقت ببدئين بلاه اخر شيء محتاجين نعرفها ايه العناصر القوية اللي تخليك يبقى عندك personal branding قوي او personal brand قوية على social media عموما او ما بينك وما بين الناس اول شيء لازم يبقى عندك clear vision او رؤية واضحة انت ليه اصلا عايز تبتدي personal branding بتاعتك انا كمارين لما ابتديت personal branding بتاعي انا كان ال vision بتاعتي او الحاجة اللي انا كنت عايزة وصلها ان انا اقدر اكون بجيب من personal branding بتاعتي شغل فريلانسنج اقدر اشتغل منه زي ما انا سيت شركتي فكنت محتاجة حاجة اثنين فكان من نسبالي ال personal branding كانت حاجة مساعداني جدا انا اقدر اعمل ده وفكرة ان انت يبقى عندك رؤية واضحة فهتفضل دايما وانت بتعمل محتوى او بتقدم حاجة للناس هتبقى فهم انت بتقدملهم ايه يعني انت مش بتزحى الصبح مش عارف انا لقيت trend عجبني عملته فتشهرت فده شهرة حاجة عموما وان انت يبقى عندك personal brand قوية ليه علاقة بمجالك دي حاجة تانية خالص فلما عندك رؤية واضحة هتبقى بتصحى كل يوم السبح عندك reason انت ليه بتعمل فيديوهات دي وكان عندي هدف تاني ان انا فعلا كنت عايزة اعلم الناس ازاي تعمل فلوس online من البيت من جيل متحرك من مكانها فكان عندي رؤية وهدف كده عايزة personal brand ده يوصل الناس عشان تستفيد فعلا منه وبرده في الاول في الاخر اعمل منه فلوس بس ما كانش ده الهدف الاساسي تاني حاجة محتاجة تعرفها عشان تبني هوية شخصية قوية هي ال consistency او الاستمرارية لازم لما تبتدي في الاول عشان ناس تعرفك وتشوفك وتتعود عليك ومحتاج تكون موجود باستمرار سبب وجودي بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي خلى ان مش بس الناس تعرفني او ان انا اكون معروف في المجال بتاعي بس خلى ان انا بقى عندي كزا مصدر دخل لان اقدرت اكبر personal brand بطريقة كبيرة وناس تتصق فيه فقدرت اعمل كزا حاجة زديني كزا مصدر دخل من شغلي كماري نيكولا حدد او learn with ماري المعروفة على التيك توك او على انستجرام تالت حاجة محتاجة تبقى عندك في عناصر انك تبني هوية شخصية انت تبقى original مش بتقلت حد بتبقى authentic مفيش حد شبهك وانت فعلا مفيش حد شبهك مش كلام بقى انت مفيش منك اتنين ومفيش حد شبهك وكل الكلام ده فعلا فعلا مفيش حد شبهك كل حد عنده قصة يونيك محتاج يكون يعرفها والناس بتسمحها فخليه انت طريقتك انت ال content بتاعك انت بالطريقة اللي تريحك بشخصيتك اللي تريحك مش لازم ان حد بيعمل حاجة معينة بالطريقة دي فبقى هي الطريقة الصحة لازم نقلدها عشان نعرف نوصل بالعكس كل من الناس بتصدق ان انت بتحكي قصتك وان ده انت فعلا وان انت فعلا مش بتكذب عليهم وان انت بيين قوي ان انت حقيقي قدام الكاميرا او حقيقي في اللي انت بتقوله فالناس بتصدقك وبتمشي وراك وفعلا بتحس ان انت شخص بجد تقدر تتصق فيه سواء تديره فلوس نايت تشتغل معاك او تتصق فيك ان هي تكون بتسمعك او بتفالويه على السوشيال ميديا بلاتفورم رابع حاجة هي ال audience او ناس لحت تسمعك محتاج تكرر كويس قوي مين حيسمعك انا دلوقتي لو طرعت اتكلم انا بكلم من ناس اللي محتاجة تغير الكرير بتاعها وتبتدي تكون عندها شغل من البيت عشان تقدر ده يكون مصدر دخلها الاساسي او تقدر تكسب منه فلوس فانا كنت عارفة انا بكلم مين من الاول ولما عرفت انا بكلم مين وابتديت اكلمهم فعلا ووصل لهم اكتشفت حاجة وهي رقم خمسة ان انا لازم يكون عندي اثيكس او ادبيات كده اقدر اشتغل بيها في ال person branding بتاعتي طرام الناس دي وثقت فيها وبقت عارفة فعلا ماري بتعمل ايه ولو ماري قالت حاجة محتاجين فعلا ان هم يعملوها او ديتهم نصيحة معينة او يطلعهم على منتج معين يشتروه بفكرة ان انا عندي اثيكس او حاجات معينة بامشي عليها كاخلاقيات ان انا امشي عليها هخليني مقبلش اي brand deal مش صح ان انا اطلع اقول المنتج داك ويسوها فعلا واحش ما قلش اي معلومة تضلل الناس دي في حاجاتها لان هي خلاص وثقت فيك ما قديش quotation او اكون بتكلم مع عميل وادحك عليه بحاجة لازم اكون فعلا شخص حقيقي وقد بالامانة ان الناس فعلا بيتعرفاني وبتصق فيها وبتمشي ورا كلامي وبكده دي تكون اخر حاجة في الابسود بتاعت النهاردة وابل ما خلص خالص عايز اقولكو ان في كورس عن ال personal branding على تيك توك هتاوي لنك في description ادارة تحجزوا منو وكمان انا بدي personal branding coaching لو حد محتاج نوع يمي نواش تخصير بتاعته ممكن ان اكون معاه اقوله يعمل ايه بالظبط واخر حاجة ان تشتوش تعملوا subscribe وتفعالوا جرس شما ما تكونش اي فيديو بانا سدلو ودي تكون اخر حاجة النهاردة نتروفكو يوم الحد الجاي اشتركوا في القناة